موسيقى نشت أخبار الثالثة من يو تي في هذه أبرز العناوين موسيقى مدن الاحتجاج تواجه ساتليغو بالرفض وتظاهر والبرلمان يجرب اليوم جلسة ليلية أخرى لتمريره موسيقى اللحم غالي لسعار كده صعدته البواكل خضروات يو تي في تتقصى حالة الأسواق في رمضان الغلاء يضرب المدن ويتسبب في تراجع القدرة الشرائية موسيقى أهلا بكم إلى تفاصيل أعربت إدارة يو تي في عن استغرابها ودهشتها قيام بعض الجهات وشخصيات بشن حملة ضد القناة من خلال تشويه مضامين مسلسل الكاسر الذي تبثه خلال شهر رمضان بيان توضيحي من يو تي في ذكر أن مسلسل الكاسر لم ينتج إلا في إطار أهدافه وغاياته المهنية والدرامية بعيدا عن أي أغراض أخرى لا نجد لها مكانا إلا في عقول أصحابها مؤكدا أن القناة متمسكة بالثوابة الأخلاقية والوطنية والاجتماعية في جميع الأعمال الدرامية والسياسية التي تبثها وأضاف البيان أن القناة تنظر إلى المجتمع العراقي بكل أطيافه نظرة احترام وتبجيل ولن يخطر في التفكير الإساءة أو الانتقاص من أي مكون اجتماعي بل أنها تنظر إلى هذا التفكير بأنه مرض خطير يجب مكافحته والتخلص منه فضلا عن أنه جريمة مخلة بالشرف الإنساني والوطني وخلص البيان إلا أنه لا يحق لأي سياسي أو طرف متنفذ أن يعتقد أو يتصور أنه أقرب منا إلى المجتمع العراقي وقد ألينا على أنفسنا أن نكون صوتا للوطن والمواطن وما يجعلنا مؤهلين للقيام بهذا الدور هو أننا غير مرتبطين بأي كيان أو جهة سياسية عدل التزام بالوطن إلى ذلك أكدت نقابة الفنانين العراقين أنها أجازت نص مسلسل الكاسر بعد فحصه بحكم تخصصها وتابعت مراحل إنتاجه موضحة أنها لم تجد أي إساءة لمفاهيم وقيم وأعراف شعبنا العراقي بيال النقابة ذكر أن ما يصدر من تصريحات ضد مسلسل الكاسر الذي تبثه يو تي في يهدف إلى تحقيق حضور إعلامي وشعبوي على حساب المهنية والاختصاص الدقيق مطالبة أصحاب التصريحات المطالبة بإيقاف عرض مسلسل الكاسر وفي حلقاته الأولى طالبتهم بمغادرة اللغة المتشنجة استعد مجلس النواب الليلة لسناف جلسته الخاصة باستكمال التصويت على قانون الانتخابات وتمرير صيغته الحالية وفيما يهدد النواب المعترضون بكسر النصاب تتواصل المظاهرات الشعبية الرافضة لسانت ليغو عند أسوار الخضراء ومدن الاحتجاج نتابع تأجيل آخر لجلسة التصويت على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية التأجيلات تتواصل على وقع اعتراضات شعبية عند أسوار الخضراء وفي الناصرية ومدن الاحتجاج الأخرى مع عدم قدرة مجلس النواب على الاتفاق على شكل القانون ونظام سانت ليغو في احتساب أصوات الناخبين مع ذلك يؤكد المؤيدون لسانت ليغو ان جلسة اليوم قد تشهد تمرير القانون وأنه ماضي وبمعامل 1.7 القوى السياسية متفقى اتفاق حقيقي وحاسم بأنه يمرر اليوم وهو أصلا محسوم أمره لأن النقاط الرئيسية المهمة اللي هو 1.7 وقانون الأقليات بعض التفاصيل الأخرى اللي تخص كاركوك لأن هذه المناطق اللي بيها صراعاتها هي النقاط المهمة الحساسة كنا نحسم مثلا بقضاء التفاصيل الدقيقة أيضا هي اللي تخص الهوية البويومترية تخص أجهزة التصويت النواب المعارضون لسانت ليغو أكدوا سعيهم لكسر النصاب مرة أخرى خاصة مع ما يمتلكونه من تأييد شعبي وأنهم سيلجؤون لمحكمة الاتحادية كخيار أخير للطعن بشرعية القانون إذا منتصرت إرادة المؤيدين إذا الإطار تمكن بعد أن يقدم تنازلات لشركاء ويجمع النصاب ويمرر القانون سنستمر بالمعارضة الرافضة بشكل سلمي إلى هذا القانون وسوف نتجه إلى المحكمة الاتحادية لأن المحكمة الاتحادية لديها قرار رقم 67 في عام 2012 هذا القرار وصف في ديباجته أن هذا القانون لا يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين ويرى فريق ثالث داخل مجلس النواب وجوب تأجيل القانون عدة أشهر والتركيز في إكمال الموازنة والتصويت عليها داخل قبة المجلس التشريعية حيدر البدري يو تيفي بغداد قالت خلية العلام الأمني أن لجنة التحقيقية وصلت إلى سامراء بشان مقتل مواطن لدى مروره بسيطرة أمنية في المدينة الخلية ذكرت في بيان أن اللجنة برئاسة قيادة العمليات المشتركة وأعضاء من الوكالات والدوائر الأمنية تحقق في مقتل مواطن بعد مروره من سيطرة مساء أمس السبت وستكشف الأسباب أو ستكشف الأسباب التي أدت إلى مقتله مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة تعمل أيضا على إحالة كل من يثبت ورطه في هذه الحادثة وتقديمه للعدالة أيضا ضربة جديدة انتلقتها مافيات تهريب المخدرات إترى اعتقال أخطر تاجرين في البصرة كان أحدهما ينتحل صفة رسمية لتسهيل نقل الممنوعات في وقت تؤكد الشرطة استمرار عملياتها الأمنية للحد من ترويج وبيع السموم في المدينة أخطر تاجرين لتهريب وتجارة المخدرات في البصرة في قبضة العدالة أحدهما كان ينتحل صفة رسمية لتسهيل نقل الممنوعات عملية تشبه أفلام الأكشن لكنها تجري في الواقع مداهمة قادتها الشرطة أسفرت عن إلقاء القبض على المطلوبين في عمليتين أمنيتين مفصلتين فيما ضبط بحوزتهما كميات من المواد المخدرات شخص مروج كبير ينتحل صفة مسؤول كبير كان يستخدمها بالسيارات التي يطلع بها والأرتال التي تمشوا وراءها تم جمع معلومات عنها وتم القبض عليها بالجرم المشهود تم القبض على أكبر تاجر مخدرات في البصرة من قبل مكافحة جرام البصرة تم الاشتباك مع المفرزة حاول أن يرمي رمانة يدوية على المفرزة تم إصابته في قدمه وحاليا في قبضة أبطال مكافحة الجرام العملية مثلت ضربة قوية لعصابات تهريب وتجارة المخدرات بحسب الشرطة وتضيف أن العمليات الأمنية الأخيرة نجحت في الحد من أنشطة ترويج وبيع هذه السموم الشرطة رصدت استغلال العصابات للشباب الذين لا تزيد عمارهم عن 25 عاما لغرض الترويج ونقل المخدرات بعد أن يتم التغرير بهم عبر التعاطي أولا بالنسبة للمخدرات بدأت تتراجع بترويجها وبيعها حيث تم القبض على أكبر مرووجين وتجار أغلبيتهم شباب بعمار 25 سنة التغرير بهذه الشباب بالبداية يروج لهم التعاطي بعد ذلك يكون مرووج وتاجر وأكثر المخدرات رواجا وتعاطيا في الوقت الحالي هي الكريستال إضافة إلى العقاقير الطبية التي فيها نسبة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بحسب المختصين في معالجة الإدمان هو اللي هسه نوعين أكثر شي نوع يسمونها المحظورة اللي هي الكريستال والثاني يجي وراء هي الغير محظورة يعني أدوية اللي هو يسمونه النيدول أو الترامدول قسم منها صناعة محلية قسم يجيبونها من الخارج قسم من الصيدليات واقع يتطلب توسعة دائرة التدابير للحد من انتشار وتعاطي المخدرات فضلا عن تغليض العقوبات بحق المتاجرين أما المتعاطين فيستدعي تشافيهم سلسلة إجراءات تبدأ بعلاج الإدمان ولا تنتهي بمعالجة أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية لحمايتهم من الوقوع في مستقع المخدرات مجددا ضربات متلاحقة وقاسمة وجهتها قيادة شرطة البصرة هنا إلى عصابات تجارة وتهريب المخدرات الأمر الذي أسهم بتقويض نشاطها بعد تضيق الخناق الأمنية عليها سعد قصي يو تي في مدينة البصرة عديد من المواطنين يشكون من الروتين الإداري في مؤسسات الدولة أثر السنزاف جهود المراجعين بحلقات ودوائر ومعاملات تثق الكاهلهم تفاصيل أكثر تستعرضها مع الزميلة آية الشوخة وعبر السوديو يو تي في التفاعلي أهلا بكم حلقات العمل المتعددة في إنجاز المعاملات داخل المؤسسات الحكومية وما تفرضه على المواطن من تنقلات بين المناطق المتفرقة حول مراجعة الدوائر إلى كابوس فيما تواجه الحكومة انتقادات شديدة ومطالبات بإنهاء هذا الروتين القاتل والذي يتسبب في هدر كبير للوقت والجهد والمال رغم أن التعيينات الأخيرة جرت الكترونيا من قبل مجلس الخدمة الاتحادي فإن الوزارات المعنية فرضت على المعنيين وهم بالآلاف التزام العمل الروتيني بإنجاز معاملاتهم مجددا أكثر من ثمانية ألاف معين جديد أنجزوا معاملاتهم في وقت واحد في مقر وزارة واحدة فقط مع التنقل إلى دوائرها وإجراء الفحص الطبي حصرا في مركزين طبيين ببغداد وفي الوقت الذي يتكبد المواطنون مشقة السفر من مدينة إلى أخرى لإنجاز معاملاتهم تستمر الشكوى من تكاليف المعاملات الورقية والتنقل بين الدوائر المعنية لاستكمال حلقاتها التي تمتد أياما وقد ربما تتطلب زيارة مواقع عديدة فيما تزداد معاناتهم مع كثرة الأعداد وغياب التنظيم الفوضى والأعداد الكبيرة تسببت في تسجيل حالة فساد واستغلال من قبل بعض السماسرة حيث يحصلون على مبالغ مالية مقابل تسهيل إنجاز المعاملات الأمر الذي دفع ناشطين إلى مطالبة الحكومة بتفعيل لجان التفتيش والرقابة ومكافحة الفساد ومتابعة مراكز الفحص الطبية وحالات الإذلال والفساد والفوضى داخل المؤسسات من بغداد إلى ناصرية ثم نينوات تشهد الأسواق تراجعا في مستوى الإقبال مقارنة برمضان في الأعوام الماضية نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع القيمة الشرائية للمواطنين على غير العادة يشهد سوق الشورجة تراجعا استثنائيا في إقبال المواطنين على شراء المواد الغذائية للموسم الرمضاني هذا العام بسبب ارتفاع الأسعار هكذا هي الصورة في أكبر مركز لبيع المواد الغذائية في العاصمة سوق الشورجة أحد معالم بغداد الذي يقصده الجميع في رمضان لشراء مختلف السلع الغذائي يشكو تجاره من انتفاض مبيعاتهم على الرغم من وفرتها فارتفاع الدولار غيب عنهم المستهلكين يقول التجار هنا أن معدل ارتفاع الأسعار في بعض المواد الغذائية بلغ ألفي دينار في الكيلو الواحد ما يجعل تصريف المضائع أمرا صعبا وقبل حلول رمضان بأيام سجلت أسعار اللحم والدواجن والأسماك قفزات تصاعدية ما شكل عبءا على العائلة العراقية إذ لا تخلو مائدتها الرمضانية من إحدى تلك المواد على أقل تقدير رغم أن مشكلة ارتفاع الأسعار في رمضان تعد من المسلمات مع ارتفاع الطلب على اللحوم والمواد الغذائية الأخرى فإن الجزارين يعللون ارتفاع أسعار اللحوم بالطفرات التي سجلتها أسعار الأعلاف عالميا في معادلة يشكل المستهلك فيها الطرف الخاسر دائما العجل قاعد يطلع عب 12 والغالم يطلع من قاعد عب 18 عب 18 يعني صعود ميم الحاج كله بغالي سبب العلب غالي طحين جيس طحين ب50 ألف حتى أبو الحلال السستر من عنده حقا من يصعد عليك الحلال لأنه العلب غالي دجاج قبل رمضاني بيوم اشتاقضها بخمسة اليوم أخذناها بتسعة وعشرة اللحم غالي الأسعار كيلوصيدة البواكي الخضروات الطماطة كانت الثلاثة بلفين هس كيلو طماطة بلف نحن الناشد الحكومة العراقية يدرباء على المواطنين لكن متخصصين في الاقتصاد يرون في غياب ثقافة الاستهلاك الأمثل والإقبال المفرط على التبضع في شهر رمضان سببا مهما في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفقا لمبدأ العرض والطلب في أسواق الموصل لا يزال تذذب سعر الصرف الملقيا بضلاله على المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية ارتفاعه مستمر في الأسعار أنهك القدرة الشرائية للمواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود منهم هنا في سوق النبي يونس أكبر أسواق الموصل تمتلئ المحال بالبضائع وتكاد تخلو من الزبائن لكن فرحة الموصليين لم تكتمل بسبب ارتفاع أسعار أغلب السلع ما دفع كثيرا منهم إلى العزوف عن الشرائي والاقتصار على السلع الأساسية فقط اليوم احنا نريد رقابة حقيقية تتابع التجار اللي هم أصحاب ارتفاع أسعار الغلا في محافظة نينواء اليوم احنا بشهر فضيل نريد الناس اللي ريد الفقراء يستفادون يسوا يقول بعلاحة مو يجأي شهر رمضان يشوفوا الغلا وتسجل أسواق الموصل ارتفاعا في الأسعار بنحو 25% خلال اليومين الماضيين يقابله ركود اقتصادي ضرب أسواق المواد غير الأساسية والكماليات بعد أن أصبحت آخر ما يفكر فيه المواطن بسبب الغلا شكى عدد من المواطنين في سوق النزيزة في قضاء الفلوجة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية في الأسواق مطالبين الحكومة بتوفير الدعم لأصحاب الدخل المحدود الزيت والدهن والطحين هسا تروع نشي ست طحين ب50 ألف تروع اليوم اللحم صعد كوله ب20 ألف 8-7-750 يوم بحان بقيته ب500 يقسم بالله أسعار جاء ترتفع الحل بيد الحكومة الحكومة الدعم ماكو الناس ما عدها سيولة يعني لا نزلنا الرواتب يعني الأسعار هي هي بيها بعض الارتفاع بعض الارتفاع شي بسيط بس الناس عدهم يعني أبوا الدخل المحدود يعني العمل العمل ماكو شوية والمثل ما يقول ماده ماكو قوة دبرناها الحمد لله والشكر نقول الحمد لله ما نقول غير الحمد لله الله ما يخلي إن شاء الله بس هالحكومة هاي شوية ساعد هالي وادم هاي التعبانة شوية الدجاج بربعة ونص كثير البارحة هو بثلاثة وثلاثمية اليوم بربعة ونص زي ما تقول الفخير في صورة تعبر عن تكاوف الأبناء المدينة يتطوع شباب الفلوجة عبر مطبخ الخيرات الذي يفتح أبوابه لإطعام الفقراء وتقديم وجبات سحور وفطور طوال شهر رمضان أكبر مكان في الفلوجة لتجهيز المتعففين بوجبتي الإفطار والسحور يوميا في صورة تكافلية عهدتها المدينة تحت مسمى مطبخ الخيرات سوء الأوضاع المعيشية وارتفاع مستوى خط الفقر عوامل دفعت الشباب إلى توسيعة المكان وحجم المساعدات ليستوعب أعدادا أكبر من الأعوام الستة السابقة أكبر بناية خيرية توزع الطعام على مستوى العراق يعني بفضل الله عز وجل بعد توسيع شملت هذا العام في زيادة عدد إنتاج الوجبات الإفطار وزيادة وجبات السحور حاليا تنستغل من 200 إلى 250 وجبة طعام يوميا تزاد عدد الفقراء لأن سنة تزيد بسبب إغلال أسعار والارتفاع المعيشة اختار الشباب المنطقة الجنوبية من الفلوجة مكانا لمطبخهم لسكن أغلب المستفيدين منه هناك وفضلا عن الوجبات داخل المدينة مد القائمون على المطبخ موائد إفطار على مداخل الأنبار يعمل الشباب بصورة طوعية على جمع ما يجود به المتبرعون من مواد غذائية ذات منشأ جيد نحن كشباب متطوعين نجهز المواد الغذائية والسلات الغذائية والطبخ كلها من درجة أولى من كل شيء من كل النواحي نحن نأخذ لها من درجة أولى من الطبخ ومن المواد والحمد لله كلها من جهزين كلها من الدرجة الأولى شهر أعد له أهل العطاء والإيثار من الشباب المتطوع ما يليق بكرمه وأيامه الفضيلة ناذرين ساعات الجوع فيه لخدمة صائمه من الفقراء نبيل عزاميو تيفي الأنبار نهاية النشرة شكرا للمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة